على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم من طارق سلطان عمان الشقيق إلى الدولة نظم اليوم ملتقى الأعمال الإماراتي العماني الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وشركات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وشهد الملتقى سموه الشيخ حامد بن زايد ألنهيان ومعالي سهيل المزروع وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد السويدي وزير الاستثمار ومعالي أحمد الصائق وزير دولة وعدد من المسؤولين من الجانبين وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والاتصال بالسكك الحديدية والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان